اشتركوا في القناة إذ نادى ربه ندا خفيا على رب إني وهنى العذم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء كرم بشقيا وإني خفت الموالي من وراء من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رمب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغنا من اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلا وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من المحرام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان ثقيا وبرا بوالديه ولم يكن جنبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريعا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تطيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلاما غلاما ولم يمسثني بشر ولم يمسثني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء المخاض إلى جذع النخلة إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا مرسيا فناداها من تحتها أن لا تحزني ألا تحزني قد جعل رمبك تحتك سريا وهزيه إليك بجذع النخلة تساقط عليك رتبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ثرئن من البشر أحدا فقوني إني نذرت للرحمن صوما ألا أكلم اليوم ينسيا فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارود ما كان أبوك امرأ سويا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأعصاني وأعصاني بالصلاة والسكاة ما دمت حيا فبرا بوالدتي ولم يجعلني جنبارا شقيا والسلام علي يوم أولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمثرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوا لنا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وانذرهم يوم الحسرة إذ قذي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجع واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صنديقا نبيا إن قال لي بي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصييا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا على أراضب أن تعاليتي يا إبراهيم فإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك رمبي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ودعون به أعسى أن لا أكون بدعا أكون بدعا بشقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسهاق وهبنا له إسهاق ويعقوا وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا فناديناه من جانب الظور الأيمن وقربناه نجيا فوهبنا له من رحمتنا أخاه هارون أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر واهلبوا بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فاذكر في الكتاب إدريس إنه كان صندقا نبيا ورفعناه مكانا عنيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا معانه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن آيات الرحمن خره سجدا وبكيا أخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتباعوا الشهوان وسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن الذي وعد الرحمن عباده بالغير إنه كان وعده مئيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها ذكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فورا ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم جثيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فورا ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشند على الرحمن عديا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ونذر الظالمين فيها جئيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثاثا وريا قل من كان في الظلانة فليمدد له الرحمن متى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند رنب توابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين ماذا وولادا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونونهم عزا كلا سيكبرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فلم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تعسهم مسا ألا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم مردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئنم شيئا إذ دا أكاد السماوات يتفترن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحان سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتلقين وتنثر به قوما لدا وكم هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ترجمة نانسي قنقر كل مستفيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة